السيد محمد عبد الحيب يسأل سؤال عبر برد الكتروني يقول في جامع عندنا صلى الإمام صلاة الجمعة جميل ولما نزل من على المنبر لم يصلى وإنما صلى شخص آخر بالناس فما الحكم في ذلك ويقول هل الصلاة هنا جائزة وهل لو أن هذا الفعل تعود وأصبح عادة يعني مستمرة لدينا هل الصلاة هنا جائزة السؤال هو السؤال الإمام صلى بالناس صلاة الجمعة فلما نزل من على المنبر لم يصلى بالناس وإنما صلى غيره بالناس هل صلاة الجمعة هنا بالناس جائزة أم غير جائزة الصلاة جائزة لا يشترط يا أستاذ محمد أن يصلي الإمام بالناس صلاة الجمعة فمثلا لو أن الخطيب خطب بالناس صلاة الجمعة ثم لم يصلى لعله معه عذر أو حتى بدون عذر فصلى أحد غيره بالناس لا شيء في هذا وصلاة الكل جائزة إن شاء الله ونسأل الله تعالى قبولها